هل الملك فاروق خلص على حياة شيخ لازهر مصطفى المراغي بطفاية سجاير لما مرضيش يصدر له فتوى على مزاجه؟ تعال بقى ونقولك إيه الحكاية سنة 1948 الملك فاروق اتخانق مع الملكة فريدة خناء الرب السماء علشان كانت عايزة تطلق منه وتسيبه بعد ما عرفت خيانته ليها ونزواته اللي كانت مغراء الصحف ما انتوا عارفين بقى الملك فاروق كانت عينه زي غزاي ده غير بقى انها ما عرفتش تجيب له ولي العرش اللي عايزه علشان يشيل اسمه من بعده وكان بيتلكت لها على اي حاجة فقررت تخلص من وجه الدماغ ده كله وتنفصل عنه لكن الملك فاروق كان بيحبها جدا وما كانش قادر على بعدها فقال لها مش هطلقك يا فريدة واللي عندك عمليه الملكة فريدة بقى كانت كل يوم والتاني تنغص عليه حياته وقالت له الشرع محلل ده انا مش هعيش معاك غصب عني الملك فاروق لما لقاها مصممة وبتكلمه بالشرع والدين قال لها انا هطلقك بس مش هتعرف تتجاوزي من بعد برضو بالشرع والدين وقتها قرر يروح للشيخ مصطفى المراغي شيخ الازهر اللي كان بيقول كلمة محدش يقدر يعترض عليها ابدا وفي يوم الشيخ المراغي كان تعبان شوية من الانف الونزة ولما زادت دور عليه راح المستشفى ولما عرف الملك فاروق مرضيش يستنى الشيخ مصطفى يخف ويشد حيله وبعد كده يتكلم معاه بخصوص موضوع الطلاق فزاره في المستشفى وقال له انا طلقت الملكة فريدة بس مش عايزها تتجاوز حد من بعد فبقولك يا سيدنا اصدر فتوى بتحريم زواجها مرة تانية وقتها رفض الشيخ وقال له الطلاق انا مش برضاه بس ده شرع ربنا لكن احرم جوازها مرة تانية من بعدك جلالة الملك ده مستحيل وفضلوا يتخنقوا لدرجة قال الملك هي تجاوزت ولا ما تجاوزتش هي حرة وده حقها الملكة فريدة تشوف بناتها التلاتة الاميرات في الريال وفوزية وفدية فالشيخ رد عليه وقال له لا يجوز الملك فاروق بقى معجبوش الكلام وغضب جدا وكان قدامه طفاية سجاير ولولا ميسك نفسه كان ضربوا بيها وسب الشيخ منفعل ومشي ومن بعدها بقت صحة الشيخ المراغي بتسوق يوم عن يوم لحد ما مات بالمناسبة دي كانت من اغرب الحوادث اللي اعترض فيها الشيخ المراغي على الملك فاروق وده مش من عدته فقبل كده كان اصدر له فتوى علشان يتولى العرش لدرجة قال ان ربنا بيبعد كل مئة سنة واحد مصلح على احوال المسلمين والملك فاروق ربنا اختاره يكون حاكم مصر فتخيل بقى بعد ما كان المراغي قريب من الملك بسبب فتوى برضو بقى من اعدائه بسبب فتوى ما كانتش على مزاجه بخصوص الطلاق لدرجة انها كانت السبب في موته المفاجأة بقى ان في كتير من الكتب المتخصصة في التاريخ اكدت فعلا ان الملك فاروق بعد ما طلق فريدة رح للمراغي وحصل اللي حصل بينهم لحد وفاته لكن على الجانب التاني في بعض الكتب والمصادر قالت ان الحادثة دي ما حصلتش والملك فاروق ما كانش سبب في وفاة المراغي ولا حاجة ودي كانت جزء من حملة شرسة عملت ضد الملك فاروق بعد ثورة يوليو 52 وده لان الملك فاروق طلق الملكة فريدة سنة 1948 والشيخ المراغي مات سنة 1945 وفي الفترة دي كانت العلاقة بين الملك وفريدة ما وصلتش للطلق ده غير ان الملك فاروق كان ناصح وعارف هو بيعمل ايه وعارف ان الفتوى مش لشيخ لازهر ولكن بيرجع فيها لفضلة المفتي فازاي طلب منه يصدر له فتوى وما بين كل الاقاول دي كلها حقيقة واحدة بس وهي طلق الملكة فريدة اللي فضلت لاخر يوم في حياتها مخلصة للملك فاروق وما تجوزتش من بعده فيا ترى يا عزيزي بعد ما سمعت الحلقة هل فعلا الملك فاروق كان سبب في قتل الشيخ المراغي ولا دي كانت حملة لتشوي صورة الملك قلنا رأيك في التعليقات وما تنسوش تتابعونا على عين مصر